فالاحتقار يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالفعل معنى الاحتقار بالقلب أن لا يكون لأخيك المسلم ميزان في قلبك كأنه حشرة من الحشرات والعياذ بالله كأنه من خشاش الأرض والواجب على المسلم أن يكون في قلبه لإخوانه المسلمين من التعظيم والإجلال بحسب ما عندهم من التقوى والإيمان ثانياً يكون الاحتقار أيضاً بالقول بسبه وشتمه ووصفه بأوصاف العيب بأن يقول له مثلاً أنت لا تفهم أنت غبي ونحو ذلك هذا من احتقار أخيك المسلم ويكون الاحتقار أيضاً بالفعل بأن تتقدم عليه في موضع هو أحق بك من التقدم فتتقدم عليه في موضع هو أحق منك في التقدم إليه هذا أيضاً من احتقار أخيك المسلم فالواجب على المسلم أن لا يحتقر إخوانه واعلم أن نظر الناس إليك بحسب نظرك إليهم إن نظرت إلى الناس نظر احترام وتقدير وإجلال نظر إليك كذلك وإن نظرت إليهم نظر ازدراء واحتقار نظر إليك كذلك فأنت في أعين الناس كهم في عينك متى حصل منك احترام لهم وإجلال وتقدير قابلوك بذلك وإن حصل منك نحوهم الاحتقار والازدراء حصل منهم أيضاً كذلك ترجمة نانسي قنقر